منشور 108 صاحبني منذ سن الخامسة عشر نعم منذ سنة 84 وتسعمائة للألف كانت البداية وكان خيارا لا جبرا ولا عنفا كان خياري وكنت بنت الخامسة عشر أدرس بالمحهد الثانوي ابن خلدون رادس في سنتي 84 إلى حدود 86 كانت هناك أريحية من التعامل مع حاملات الحجاب ومع نهاية السنة الدراسية 86 بداية 87 يعني السنة الدراسية 87 88 أجدني تلميذة في السنة السابعة أداب أجدني أتوقف من أجل حجابي أو أوقف من أجل حجابي عن الدراسة نعم يطردون من أجل حجاباتنا في بداية السنة يقولون أن الزيت الطائفي ممنوع البسنا منادل طويلة وسريول الجين وسبيدريات وعملنا تقريطة تونسية قالوا لا ممنوع البسنا سفاسر قالوا لا ممنوع البسنا حتى زي التقليد فينا الجربية وفينا الساحلية وفينا نحن ماشينا إلى أقصى درجة من التفهم لكن فهمنا في الأخير أن الإشكالية ليست في غطاء الرأس بل الإشكالية في الفكرة التي توجد داخل ذاك الرأس نعم الحجاب ظاهرة قد تذهب وقد تعود ولكن الفكرة ثابتة لا تموت عشت بفكرة حول حجابي بما درسته حول حجابي وبوعي المرأة نعم كنت تلميذة واعية قدت النشاط الثقافي في المحهد نظمت العديد من الحفلات الموسيقية نظمت العديد من التظاهرات حول الأمراض المنتقلة جنسيا وكانت المعاهد تشهد في تلك الفترة وتزخر بالنشاط التلمذي نعم كان نشاطا تلمذيا فيه شراكة بين اليسار واليمين نعم نحن وأبناء ذاك الجيل كنا نعي أنفسنا ونعي محيطنا غير جيل الألفينية ورأيتم يعني التجهيل والبعد عن الأنشطة ماذا يؤدي يؤدي إلى جيل لا يفهم حتى انتماءه أو اتهامه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر